جديداً وتابع فيها أخبار على الجنوب التونسي خليني أقول كارثة كبرى في الجنوب التونسي ذكرنا في الإسار في 2011 شنوه اللي صار خاصة مع جائحة كورونا قبل ما نحكي لكم على اللي بشي سير في الجنوب التونسي تحديداً في بنجردين اللي فزعت له منظمات وطنية تندد به خليني نحكي لكم على الوضع الوبائي لكورونا في تونس اليوم فمعدة أرقام تأكد اللي الفيروس بدأ يعني يكثر عدد التحاليل تكثر عدد المقيمين في المستشفى تبدأ تزيد صحيح ما زال الوضع مستقر حسب تصريح يعني لناس مختصين في اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اللجنة العلمية اللي بسبب تطورات الأوضاع الوبائية في أوروبا قررت أو اقترحت أنها تعمم الجرعة الثالثة على كل المواطنين من 18 سنة فما فوق خلي الناس كلها تلقع الجرعة الثالثة لخطر الفيروس الجديد مزيل وما همش فاهمينه بالجداء اسكو هو أخطر من دلتا وإلا ليه أسرع الانتشار وإلا ليه الأعراض التي عوه إلا ليه المعلومات من الضاربة أحيانا تلقى بيانات تقول لك لمقلق جدا ثم بعد ذلك فيما بيانات تطمئن بيانات أخرى تقول لك الأعراض مختلفة ولكن ما هيشة اختيرة وفيما بيانات أخرى تقول لك ليه اختيرة وخاصة الشباب اللي من 20 ل 30 سنة اللي يوصلهم إلى المستشفيات دونك الوضع مزيل أصلا هو مربك للعالم الكل نتفكروا ظهور كورونا اللي صاير في ديسمبر 2019 وقتها قاعدة قديش العالم والمنظمات العالمية والخبراء والمخابر وغيره قاعدين يكتشفوا ويحلوا في هذا الوبيع بشهم بعد تفهم اليوم كل سلالة اختيرة تورد علينا مثلا دلتا وإلا هذا أميكرون جديد كي أنه فيروس جديد معناه يقعدوا ديما يحاولوا يحلوا فيه بشي فهموه ويفهموا التطور التطورة تمتعوا مع هذا الوضع الوبئي الخطير فما في بنجردين طلب لإيواء تقريبا حوالي 500 مهاجر 500 مهاجر أفريقي أغلبهم موجودين في الجنوب التونسي داخلين على تونس اللي فيهم بش يمشي إلى أوروبا بش يحرق انتليقا من تونس واللي فيهم هوني بش يحوس معناه في تونس واللي يلقى حاسي الوسبة كيفش بش يتصرف يتصرف اللي يصير هو أنه اليوم دول العالم الكلها وقفة الرحلات الجوية وجميع الرحلات من وإلى من هذه الدول إلى دول إفريقية سواء جنوب إفريقية اللي ظهر فيها التحور الجديد أوميكرون وإلا الدول الأخرى مجيورة دول كلها إفريقية يعني نلقاو السعودية نلقاو الأردن نلقاو دول أوروبية بريسك لكلها فرنسا إيطاليا بريطانيا هولندا إلى غير ذلك لكلهم وقف الرحلات مع هذه الدول من وإلى هذه الدول نلقاو المهاجرين تقريبا 500 مهاجر عبارة 500 قمبلة موقوتة موجودة في بنجردن يحبوا يعملوا لهم إيوي خليني ينفكركم بـ 2011 في 2011 ما صار مع الثورة الليبية وقتها دخلوا برشا مهاجرين وقعدوا في مخاهم الشوشة هما أخوتنا الليبية معناها ولكن كان يعني كان فما برشا مشاكل يعني صارت صحيح أحنا حلين لهم ديارنا في الجنوب التونسي أهلي الجنوب فتحوا ديارة متاحهم استقبلوهم وعاشوا معهم فرد حوش تستيرا وفيهم اللي قعد في المخاهمات المخاهمات هذه بتبيعة لازم تأمينها ولازم يعني الإحاطة بيهم ولازم الطبية يعديوا عليهم ولازم معناها الدنيا كاملة بيش يقعدوا يتبعوا فيهم اللي صاره هو أنه في 2011 وقتا مفميش كورونا ومع ذلك فما صعوبات في الإعاشة متاحهم في متابعتهم الصحية في الإحاطة بيهم في تأمينهم في كل شي اللي اليوم فما 500 مهاجر واللي الأعداد هذا راهو بيش يزيد على خطر رحالة الهجر راهي بشكل شبه يومي قاعدين يزيدوا بيش يعملوا مخاهم في بنقردين مع أزمة كورونا ناس جاية من أفريقيا ومعناها وشيقة برور وبحور ما نعرفوش شنية الوضع اللي بيئمتهم وشنية الكورونا وشنية السلالة اللي نجموا دخلوها لتونس عن طريق معناها هالمخاهمات هذي اللي صاره وفما استنفار كبير من منظمات المجتمع المدني مكونات المجتمع المدني من جمعيات منظمات نشطة في المجتمع المدني في مدينة بنقردين اللي تابع ولاية مدنين يعني تحركوا وكنوا رفضين لإيواء المهاجرين هذوما وحبوا يحملوا المسئولية كاملة للسلطة الجهوية والمحلية والحكومة سلطة الجهوية ولاية مدنين المحلية بنقردين والحكومة والسلطة المركزية طبعا قيس سعيد رئيس الجمهورية ووجه نداء استغاثة لأن وهذه ما قلت 500 مهاجر هما عبارة على 500 قنبلة موقوتة في الجنوب التونسي وحملوا المسئولية الكاملة للمسئولين طبعا قيس سعيد رئيس الحكومة وكل المسئولين الجهويين وقالوا لهم أنتما وحدكم اللي بيش تتحملوا المسئولية فيما ينجر عن قرار إيواء المهاجرين في جهة بنجردين شفنا الصور يعني معناها على بعضهم النسل كلها 500 مهوش شوية رقم قلت رقم هذا قاعد يتزيد في كل مرة الخطرة المهاجرين في كل مرة مع الوضع الوبائي في تونس مع ضعف يعني التجهيزات متاعنا واللقاحات متاعنا والإطارات الطبية وشبهة طبية وتستيراتهم كما نجموش نعتنيوا بيهم ونوفروا لهم العينية اللي يزمة بش يعيشوا معناها بكرامة ويحفظوا كرامتهم ويعيشوا لبيس لازمهم طببة تتلها بيهم فيروس كورونا الكل هم يعملونهم تحليل ويتابعوهم ويأمنوهم ويشوفوهم وين ويرحلوهم إلى بلدينهم وإلى غير ذلك يعني خدمة كبيرة 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 برشة اللي احنا تاو قاعدين نقنعوا في الناس بيش تمشي اتلقح بيش نواجهوا الموجة اللي قادمة حسب الأطبة من لجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا في تونس يقول لك في ديسمبر وإلا في جانفي بين هدو مزوز ديسمبر جانفي بش يكونوا موعد للموجة الخامسة لفيروس كورونا كيقولوا الموجة الخامسة لها دوها منتشرة بصفة كبيرة وفم حالة ذعر في البلدين الأوروبية روحة تش يعني بش توصل ما بحط لها الجمعة ولا جمعتين بش توصل لأنه رحلات متوقفتش البلدين الأوروبية وقفت رحلاتها نحو أفريقيا نحو عدة دول أفريقية يعتبر هذا إجراء استبيقي على الأقل مشكمة في كورونا وكتعلمنا حاجة في كورونا من لول في 2019 قادت لها دود محلولة حتى المين معناها دخلت بعضها معناها في مخذي وش القرار متاعها إيقاف الرحلات وهذاك عليش انتشرت الكورونا والسلالات كلها دخلت بعضها وانتشرت وكي توصل لأوروبا راي في ساعة بش توصل لتونس هذاك هو الواقع معناها اللي لازم نحكي وعليه ومعه أنه فما ما خاوف أنه جينا الفيروس هذية من أوروبا مثلا نلقاه اللي مهاجرين قادرين يدخلوا إلى تونس مهاجرين غير شرعيين يدخلوا من ليبيا عبر الحدود وخمسة بالمئة معناها موجودين في تونس لازمهم كما قلت رعاية وإعاشة وحماية أمنية إلى غير ذلك اللي اليوم في تونس يعني عاجزة على أنه حتى توفر الضروريات اللي هيؤلاء النيس اللي اليوم لازم حلول جذرية للمهاجرين غير الشرعيين والحذر 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 خاصة مع الوضع الوبئي الخطير جدا في إفريقيا